بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحبة الكرام أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سنتكلم فيه عن تحليل وتوقعات الذهب للسبوع القادم ما بين الاثنين 13 مايو إلى الجمعة 18 مايو 2024 أحبة الإغلاق الفعلي للذهب كان عند مستوى 2363-28 هذا الإغلاق طبعا الذي نتكلم عنه على منصة بعض المنصات بعض المنصات الأخرى العالمية كان الإغلاق عند 2360 لكن بالمختصر يعني كان الإغلاق بسبب قاع بيعي تشكل عند 69 360 كانت الإغلاقات هابطة واستمرت بالهبوط حتى لحظة طبعا يعني هذا قبل السوق بساعات واستمرت بالهبوط حتى إغلاق السوق ماذا لدينا في الذهب طبعا هذه منصة ميتا تريدر تابعة لشركة XTB الإماراتية في دبي أنا شخصيا لدي حساب تجريبي وحساب حقيقي في شركة XTB أتداول عليها لأنها مرخصة بقوة وتقدم أفضل مزايا والضمانات والخدمات مع صحب وإداع سهل وسريع رابط التسجيل المباشر بدون أي وسطات أو عمولات لتسجيل الحساب في شركة XTB موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف تقدر تضغط على الرابط تسجيل حسابك على ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال التسجيل والتفعيل أحبتي أيضا أسفل هذا الفيديو تسجيل رابط غروبات للتوصيات التي نقدمها مجانا للعملاء نتمنى لكم دائما الربح إن شاء الله ماذا لدينا في الأسبوع القادم في الأسبوع القادم أحبتي كما نرى السعر ما زال في موجات في موجة صاعدة قوية على الديلي موجة صاعدة قوية على أجفور وعلى أيضا الأسبوعي والشهري أيضا نازال في موجات هبوط صاعدة لكن علينا أن ننوه إلى أنه في أكثر من سيناريو بالنسبة للإفتتاح السعر الإفتتاح إذا كان هابطا تحت منطقة 358 فهذا يعني أن هناك تصحيح وبوطي ربما يعود إلى مناطق قريبة من 2338 وهي نقطة قوية نقطة 2338 نقطة قوية جدا إذا اختراقها أيضا هابطا يمكن أن يهبط أكثر ويصل إلى 2220 و2320 آسف و2310 لكن بشكل عام وبنسبة 75% رغم موجود إمكانية للتصحيح هابطا قرب مستويات 2338 يعني اختراق هذه النقطة يبدو صعب بالغاية فإن المسير بالنسبة للقنوات سيستمر بشكل عام صاعدا بينما لدينا هنا كما تشاهدون بالنسبة للنماذج على الويكلي الأسبوعي نجمة الصباح الصاعدة ما زالت موجودة هنا ولم تأخذ أي مفعول بينما لدينا على الديلي شمعة ابتلاعية قوية تمشي في مسار القناة الصاعدة وطبعا يعني إحنا بالمختصر حتى ما نطيل بالنسبة لمدارس التحليل يعني ربما ليس جميع الطلاع على كافة مدارس التحليل بالنسبة للتحليل الفني لكن علينا أن ننتبه إلى نقطة هامة جدا هنا أنه التحليل العوامل الجيو سياسي تؤثر كثيرا هذه الأيام بالذهب كما تعلمون هناك تطورات على موضوع رفح وعلى موضوع غزة وعلى موضوع الحرب في الشرط الأوسط هذا يسهم بقوة الجذب للأعلى للذهب وبذلك يكون السيناريو 75% استمرار الصعود متى يتأكد الصعود أحبتي بقوة حال اختراق منطقة 369 فإن الصعود إجباري قرب منطقة 378 بينما اختراق 378 يعني وصوله إلى 379 وانتبهه يكون الاختراق صحيح 379 فهذا يعني الدخول في شراء إلى منطقة 388 وهو اختراق 388 يعني دخول في شراء إلى 368 طبعا عند 388 اخترقها هناك ضرورة لتصحيح بسيط لكن عند 398 إذا لم يخترقها فإن التصحيح أيضا سيكون قوي هابطا مرة أخرى لعند 2360 إذن بشكل عام المسير الصعودي السيناريوهات بشكل رئيسي صاعدة حسب القنوات حسب النماذج كل الأشكال الفنية والشموع اليابانية والقنوات السعرية تؤيد الصعود بالنسبة 75% السيناريو الأكبر هو صاعد لكن علينا أن ننوه إلى أنه النزول على منطقة 358 يؤدي ربما إلى الوصول قرب مناطق 40 38 اختراق 38 صاعدا صعب جدا لكن في حال اختراق يعني هناك احتمالية حوالي 25% يمكن أن يهبط مرة أخرى وصحح قرب 320 لكن سيناريوهات الهبوط أحبتي لا تتجاوز 25% إطلاقا والسيناريو الأقوى هو استمرار الصعود في حال اختراق 369 يمشي إلى 378 في حال اختراقها يمشي بقوة إلى 380 وفي حال اختراقها أيضا يمشي بقوة إلى 380 عند 398 إما أن يتابع أو يعود هابطا لكن هناك إجبار يعني تصحيح إجباري عند 398 أو قبل 398 هابطا ربما يعني حوالي 10 دولار بعدها إذا لم يخترق هابطا عن 378 يعاود الصعود ويصعد فوق 3400 طبعا مدعوما بالتطورات السياسية في البنطقة هذا السيناريو هو المرجح إذن بكل بساطة سيناريو 5 العلمية صعود وسيناريو 25 مليا هبوط المنطقة العرضية المتوقعة للذهب في يوم الاثنين يعني يمكن أن تكون ما بين منطقة 55 إلى منطقة 65 هذه منطقة عرضية متوقعة بالأساس يعني ممكن أنه يتذبذل فيها لعدة ساعات الآن بالنسبة للمؤشر RSI كما تشاهدون مؤشر RSI يشير هنا إلى منطقة 60 هذه منطقة لم تصل إلى إشباع شراء بعد ويمكن أن يتجاوزها ليصل إلى ما فوق 70 وربما منطقة 80 مجددا هذه المنطقة اخترقها هنا يعني هو اخترق 80 لاحظ هنا وصل إلى 83 وهنا وصل إلى 83 الحال اخترق 80 هذا يؤدي إلى تغير منهاج RSI 14 وربما يصل إلى ما فوق 90 يعني قرب مناطق 388 وربما ما فوق 400 وهذا وارد لكن هناك تصحيح إجباري أحبتي في هذه المراحل لاحظوا أن 380 في حال اخترقها سيصحح إجباري 399 سيصحح بقوة أكثر من تصحيح 380 حتى لو تابع الصعود الآن بالنسبة لنقاط الدعم والمقاومة أحبتي على الديلي لدينا بالنسبة للمؤشرات بالنسبة لمؤشر RSI شراء بالنسبة للمؤشر ستوك تسعة وستة محايد ستوك RSI يقول أنه هناك إشباع شرائي بينما الماكت 12 26 شراء والإيدي إكس 14 محايد والويليامز آر إشباع شرائي والCCI 14 إشباع شرائي ومؤشر الهاي أند لوز 14 شراء مؤشر الانتوميت اسكليتر شراء مؤشر الROC شراء ومؤشر البالبير باور 13 شراء بالنسبة للموفينج أفريج M A 5 و M A 10 و 20 و 50 و 100 و 200 كلها تؤدي كلها تؤيد الشراء الشراء من عند 63 والشراء من عند 79 والشراء من عند 91 الآن بالنسبة لنقاط البايبوت الدعم المقاومة الكلاسيكية على الديلي على الديلي لدينا الـ 277 الـ 2262 الـ 2311 والبايبوت الـ 2333 وعلى المقاومة الـ 2361 الـ 2375 الـ 2402 بينما على الـ بيبوناتشي دعم الـ 2262 الـ 2308 الـ 2318 وبايبوت نفس النقطة الـ 2333 وعلى الدعم الاسف على المقاومة الـ 2440 وـ 2350 وـ 2375 وعلى الكامريلا الـ 2335 الـ 2338 الـ 2342 والمقاومة الـ 2350 الـ 2354 الـ 2358 وعلى الودي وعلى الرشح الودي كنقطة مقاومة قوية جدا هي 2378 وعلى الودي وعلى الدعم الثاني الـ 2325 ثم الـ 2325 والبايبوت الـ 2337 بينما المقاومة عند الـ 2367 ثم الـ 2368 بالضبط الـ 2367 وعلى الـ 2378 وعلى الـ 2489 هذا الـ 2489 هذا بالنسبة للودي وأنا رشح الودي دائما لأنه أدق بالنسبة للدعوم والمقاومات أكثر من الكلاسيكي والبوناتشي والكامريلا والديماركس الآن الآن نأتي نأتي نقاط الدعم والمقاومة بالنسبة لـ 5 ساعات بالنسبة لـ 5 ساعات كله بنصح بالشراء باستثناء طبعا المؤشر الـ TR14 كما تعلمون يحذر من تذبذب عالي وبالنسبة للـ موبينج أبرج كله باستثناء على 62-28 ننصح بالبيع الـ موبينج أبرج 5 الباقي كله موبينج أبرج 10 20 50 100 200 ننصح بالشراء بينما بالنسبة لنقاط الدعم والمقاومة بالنسبة للكلاسيكي عنده خلينا من الدعم المقاومة على 5 ساعات 343 350 350 350 بايبوت على 366 و الرسيستنس على 370 20 382 74 347 هذا الكلاسيكي البيبولاتشي 350 350 350 360 372 376 32 80 والكاماريلا 365 366 68 371 72 74 وعلى الوودي 345 350 361 والبيبوت 367 والرسيستن 377 وثم 2383 ثم 2374 وأنا أرشح دائم وودي أو أعتمد أكثر الوودي لأنه يعطي نقاط أدق على أرض الواقعة طبعا يعني كنتائج إذن باختصار كما ذكرنا يعني استمرار للنهج الصعودي حسب القلوات السعرية وأيضا أحبتي يعني لا ننسى أنه العوام السياسية تدعم ذلك لكن مع هناك احتماليات للتصحيح العشري التصحيح العشري قد يكون عند منطقة 388 تصحيح يعني حوالي 5-6 دولار وعنده 328 في حال اختراقها تصحيح حوالي 10 دولار لاحظ وهذا ما لدينا بالنسبة لتحليل الذهب نتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته